في الصبح في العهد الجديد لأن نفس الآية اللي قرناها في الصبح موجودة بالضبط في مزمور تمانية وستين فحنقرأ مع بعض مزمور تمانية وستين هاللويا هناخد جزء من المزمور هو أغلبه بيتكلم عن الخدمة بتاع الصبح هناخد منه جزء والرب قادر يدينا رسالة يكمل لنا بها رسالة الصبح ويذكرنا بها أكتر وأكتر وأكتر هاللويا هناخد من عدد واحد وإلى عدد وإلى عدد 26 تعريبا يعني كل الأسرح بس هنركز شوية في الآية اللي هي 18 المزمور المزمور الثامن والستون لإمام المغنين ده اللي رايح له المزمور عشان يرتب له مكان في العبادة في الهيكل زي حاليا زي المسؤول عن الكوير يعني لداود هو اللي ربنا اداده المزمور وده مزمور وتسبيحة ده كأنواع من الترنيم كان مقسمها ده ده مزمور وتسبيح يقوم الله لازم نعرف وحن نقرأ أن ده بيتكلم عن العطاية اللي الرب أخدها اللي هو الرب يسوع المسيح أخدها لما نزل إلى أقسام الأرض السفلة وصعد العلاء وسب سبيا وعطى النص عطاية ده بالضبط المزمور 68 يقوم الله يبدأ بالقيامة يتبدأ أعداؤه ويهرب مبغضوه من أمام وجهه كما يذر الدخان تذريهم كما يذوب الشمع قدام النار يبيض الأشرار قدام الله منظر هنشوفه فوق هنشوف المسيح وبيعابل شوية الأشرار يذوبوا هم هيدوبوا جده هيدوبوا يا رب عجيب أنت يريد يفهم عشان يتوبوا وصدقون يفرحون يبتهجون أمام الله ويطفرون فرح غنوا لله رنموا لاسمه أعدوا طريقا للراكب في القفار باسمه باسمه ياه اهتفوا أمامه مين الراكب في القفار بيعرفه في عدد خمسة مين ده يترى أبو اليتام وقاضي الأرام مين ربنا في غيره في غيره الله في مسكن قدسه الله مسكن المتوحدين في بيت المتوحدين يعني بي اللي هم كل حياتهم في الرب متوحد مع الله واحد مع الله مخرج الأسرى إلى فلاح مخرج الأسرى إلى فلاح عشان نصر مش عايزين عايزين نقتصر خدمة حتى يريفها بمفسره حتى ماشيين كده مخرج الأسرى إلى فلاح يعني المأسورين يخرجهم إلى فلاح إلى قسر القيد وأطلقهم محرار يعني إنما المتمرضون دولة مش روضين بعمل الله يسكنون الرمضة يعني جهنم اللهم عند خروجك أمام شعبك عند صعودك في القفر سلاة يعني هدنة موسيقية أو سكتة الأرض ارتعدت السماوات أيضا قطرت أمام وجه الله سينة نفسه مين سينة ده ده جاب السينة سينة نفسه من وجه الله إله إسرائيل على تبهر إيه اللي حصل اللي جاب السينة لما ربنا نزل عليه مطرا غذيرا نضحت يا الله ميراثك وهو معين أنت أصلحته ده بتكلم عن طريق البرية وإزاي وإزاي يشير مميض عمرهم سواء بالضربة الصخرة أو مطر حتى في البرية مطر زي ما قال هنا قطيعك سكن فيه لما بيسمعوا كلام الرب يطيعوا الرب ودولة اللي الرب رفعهم واخرجهم فداهم وداهم العز الإلهي المبشرات بها جند كثير ملوك جيوش يهربون يهربون هو جيوش الشيطان والأعداء اللي يحاول يطفئ كنيست الله المزالمة البيت اللي يا بيت رب يعني قاعدة في البيت تقسم الغناء إذا اتجعتم بين الحضائري اللي هما الخدام بقى اللي بيخدم في الحضائر كل واحد ليه رعية كل واحد ليه قطيع سواء مدارس أحد سواء كبار سواء شباب عيلته فأجنحة حمامة مغشات بفضة وريشها بصفرة الزهب ده بيتكلم عن حمامة السلام في وسط اللي بير ورعيتهم بالأوصاف الزهبية وال والفضية والزهبية ريشها بصفرة الزهب عندما شتت القادير الملوك عندما رب نعلم معنا معجزاته شتت ملوك أثلجت في صالمون يعني جاء لك تبريد في جبل اسمه جبل صالمون جبل الله جبل باشان باشان ده المنطقة اللي هي سخية جدا في الزراعة في باني اسرائيل اللي هي عن ناحية التانية اللي هي ثيران باشان اكتنافتني ما سئله على الصليب ان الناس اللي السمينة قوي بهدلتني سيران باشان اللي هي سيران التخينة يعني في الصليب احتقاروني هناك جبل الله جبل باشان جبل اسنمة جبل باشان اسنمة يعني على درجات مش جبل كده على طول لا كده وبعدين شوية صغيرة شوية وجبل صيام اللي كان كده عشان كده يقول لك ترنيم المصعد يصعد هرح وروشاليم ففي الحتة ليعمل ترنيم اسعد يعمل ترنيم وهكذا لماذا ايتها الجبال المسنمة ترصدن الجبل اللي استهاه الله لساكنه بل الرب يسكن فيه إلى الآبد يصور ان الجبال اللي حول الجبل وروشاليم وروشاليم على جبل اصلا انها مش تهيش معنى الجبل ده اللي ربنا اختاره فبيقول ان الرب يسكن فيه الارضخ ربنا هو اللي اختاره اللي هو الجبل صيام الجبل الذي اشتهاها الله لساكنه بل الرب يسكن فيه إلى الأبد جاءت الآية بقى للأبد وبعدين لقى السفقية تانية مركبات الله ربوات ألوف ألوف لا ألوف بس ألوف مكررة الرب فيها سيناء في القدس هنا دخلنا في الموضوع اللي هو ازاي من جبل سيناء سيناء الى صيناء المسيح الى قيامة المسيح الى سبا سبيا وعطى الناس عطايا مركبات مركبات الى الكنيسة مركبات ساعدت الى اله الى اله الهامة المسيح هو الله لكن طبعا فيه أنظمة تانية في التقليد لازم يغطي رسول لما يصليش عكس ربنا خال ربنا يبركه الهامة الشعراء مش بتكلم على كده على الناس كلها اللي هي بعيدة عن الراب مش بس دي بس أنا بقول يعني ازاي التقليد ده بيخرف نعم دي مش موجودة في التوراة دي هم عاملوها كده لما الناس بتلبس لبسوا هم كمان مش معنى هم يعني لكن اليهودي ما ما فيه لبس اليهودي ككهن يلبس الكهنة في اليهودي يلبسوا لكن ولكن الله يسحق رؤوس عدائه الهامة الشعراء للسالك في ذنوبه قال الرب من باشان ارجع ارجع من اعماق البحر ده اللي هو ان المسيح سيسود على المسكونة فبيجيب له الرب الناس المحكومة عليهم من كل الدنيا وخصوصا باشان اللي هي فيها الناس المستريحة قوي شبعان قوي لان باشان خصبة واي عدو للرب هيجيبه المسيح عشان يحكم عليه لكي تصبغ رجلك بالدم انت لحد دوس المعصار وحدك ألسنوا كلابك من الاعداء نصيبهم الكلاب اللي هو طالع وراء الكلاب بتاع الرب يعني يرمز بها الى ان الطبيعة كلها هتاكل وتفني البشر بخريقة الله يعني رأوا طرقك يا الله طرق اله ملك في القدس المشهد اللي هو بتاع القدسين من قدام المغنون من وراء ضارب الأوطار في الوسط فتيات ضاربات بالدفوف في الجماعات باركوا الله الرب أيها أيها الخارجون من عين إسرائيل هناك بن يمين الصغير يا أصغر وطف ولد يعقوب متصلته رؤساء يهوزة رؤساء زبلون جلهم رؤساء زبلون رؤساء نفتالي قد أمر إلهك بيعزك أيد يا الله هذا الذي فعلته لنا نخلص الله صح من هيكلك فوق ورش العيم لك تقدم ملوك هدايا انتهر وحش القصب سوار الثراب مع جول الشعوب المترامين بقطع فضة شتت الشعوب الذين يسرون بالختال يأتي شرفاء من مصر كوش تسرع بيديها إلى الله ودي بتوافق كلام الشعياء اللي هو مبارك شعبي مصر ده مجيء الرب التاني يا ممالك الأرض غنوا لله رنموا للسيد سلاه للراكب على سماء السماوات القديمة هو يعطي صوته قوة أعطوا عزا لله على إسرائيل جلاله وقوته في الغمام مخوف أنت يا الله من مقادسك إله إسرائيل هو المعطي قوة وشدة للشعب مبارك الله نصلي أبنا السماوة نشكرك لكلمتك المقدسة اللي بتنور لنا كل شيء يا رب لما نقرأ الخرافات المصنعة اللي مالية الدنيا كل واحد ليه شاطط في حتة ونقرأ كلامك يا نعرف قيمة كلامك كلمة الله مصفاة نقية لأنه كلام الله كلام البشر الفلسفة ولا الحكمة ولا الناس اللي مش ذارية بحاجة كلامي جيبت مرض والتعب والزل والعار فلسفة لا قيمة لها نشكرك يا رب أنك اديتنا كلامك وجد كلامك فأكلته كلامك اتكل لأنه بيعطي مش بس راحة بيعطي غزة بيعطي شبع مش ادي مرارة تكلم إلينا رب فنحن عبيدك سامي مجد للرب مجد للرب مجد للرب مجد للرب العهد القديم بيرمز في رموز كثيرة نقدر نعرفها لما ربنا اعلن لنا ما نجيش بالفكاكة يعني أو ما نعرفهاش مجيز ربنا اعلن لنا بعدين لكن ما ليانا أسرار ونعرف أنه لما كان التلميذية عمواس ماشيين راحين عمواس المسيح رفقه وفسر لهم الأمور المختصة به في جميع الكتب ما فيش حدة في الكتاب المقدس إلا مختصة بالمسيح فيه أمور واضحة جدا مختصة فيه أمور مختصة بصورة غامضة لكن الكتاب مقدس مكتوب عشان خلاص الكنيسة والعطاية اللي ربنا يحديها للكنيسة بس لأن الكتاب مقدس مكتوب عشان المسيح يتجوز الكنيسة بس خلاص ما فيش حاجة تاني ما فيش غرض يقدم الفدى يقدم الخلاص الذين يقبلوا يعلم أولاد الله شركاء الطبيعة اللي هي العروس غير كذا الباقين كل منها هلاك الأبتي وقال العروس أولئلة أيها القوطية الصغير تخف أن الله أعطاكم ملكوت واللي في جهنم كتير وقال ما أضيق الباب وأكرب الطريق المؤدي للحياة وما أوسع الباب وأرحب الطريق المؤدي للهلاك لذلك الانتخابات ومن خد أكثر ده كلام ما يعترف برب اللي خالص لأن لو حدثت أي انتخابات عالمية المسيح يكسر فيها لأن الغالبية العظمة في العالم أرواح مضلة أرواح شياطين أرواح مضلة يعني مين كان يتخيل أن أمريكا اللي هي يعني قامت على آيات ده كان الأوائل لما نقرأ خطب اللي هي خطاب جلس على الخطيرة كرئيس للدولة خطاب كله روحي آيات وربعة وجابوا أول قرار مرة في التذكرة جماعة اللي هما غير الثانيين دول اسمهم ميل أدول 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 حزبين هنا جمهورين آه استخدوا الفرصة عشان يطعنوا الثانيين بيجيبوا كلام اللعساء جمهورين الأول حاجة عجيبة جدا يعني لكن سريعا ما صارت الناس التانين ويعلنوا بعضهم عن ربنا مش عايزين ربنا من الأول ما عملوش كده دولة يبيعملوا كده رسمي لأن الشعب كتر والشعب أغلبه خربان عشان كسبوا اللي انت خبال بدي عملوا كده فدي مش عايزة جدال ربنا قال كده الكنيسة قطيع صغير لكن ربنا سر يعطيهم ملكوت فالملكوت معينه قطيع صغير في العالم لكن العز بتاعه رهيب جدا 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 ف الله اشتهى مسكة الذي اشتهى الله لسكنه ده ايه ده لما قال لداود انت مش هتبني لبيت انا هبني لك بيت ده اصده على الابدية لكن انت مش هتبني بيت كمان على الارض لانك انت سفكت دم كتير انا هكون ابن هيجي لك ابن ويكون سلام في ايامه وانه هو اسمه سليمان ده يعني يعني كده 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 كان فيها خوزي الجبل كده مسنم كده عدود زي اسنمة اسنمة ده زي الجمل كده فانتو بتشتو لماذا ترصدنا متأثر ترصدنا الجبل الذي اشتهاها الله لسكنه ليه بصين للجبل اللي هو مش مسنم لكن فيه يطلع وبعدين حاجة افقية يصلي اللي هو جبل صهيون اللي عليه الهيكل بال الرب يسكن فيه الى الابد الرب يسكن فيه الابد ودائما عمل الله منتشر في الارض لا يوجد وقت ما كانش عمل الله موجود في الارض فمثلا ايام ايوب ده زمان خالص وايوب مش بني اسرائيل طبعا ايوب ده اكتر من يعني اكبر من يعقوب في السين ويعقوب هو بدت كلمة اسرائيل عن يعقوب هو مش بني اسرائيل هو فوق فوق كده يعني اكبر من كده اقدم من كده لكن رجل تأخي في زيه في الارض تواجد ايوب وفي ارض وعوص مش حاجة من اسرائيل خارس فمنذ القديم دائما في من يخبرون باسم الرب اخ نوخ قبل كتير كان بيتمشى مع ربنا سار مع الله وربنا اخده نوح حبيل قبل كده يعني دائما في من يخبر بالرب دائما عددهم قليل وفي من يتبع الشيطان لانه الشيطان اغوى حوى وخدها وصار العالم وضع في الشرير هي جوزها اكلوا من الشجر فهنا بيقول مركبات الله من اول هبيل لان المسيح الهبيل ايه وصفوا بايه هبيل الصديق دم هبيل الصديق ده المسيح هلكده يبقى ده هليه في السلام قطعا حليه في السلام مسيح الكد فمن دم هبيل من دم ابن ادم وادم طبعا وحاول بسهم مسيح نفس يعني ادم وحاول هبيل هشوفهم في السلام من هذا الوقت ربوات ربوات الوف مكررة تاخذ من ربو من الحاجات العجيبة اللي حصل دلوقتي الصين الصين دي حاجة عجيبة جدا الصين تخاف من مزعين ايه الصين دي كان في نكتة زمان بيقولوها يا نكتة لكن بتوين الصين دا تعداد ايه كان مبارك زار الرجل بتاع الصين دا فبيشكل مبارك من الحال بتاع مصر يعني فقال هم كم عندك هناك قال مش عارف قطا كان خمسين مليون على ستين مليون قال بتب كنت كنت معاك التعلاد رهيب بتاع الصين خالص ايه التعلاد دا اللي بقيت مرعوين من الكنيسة الكنيسة فجأة انتشرت في الصين وفجأة واجدوا مباني عليها صلبان واجدوا منها الصينيين بيتعبذوا المباني دي ايه وده والدرجة انهم واقفين ضد المسيحية عشان ما تنتشر يا ابن انتوا عدادكوا رهيب مهما انتشرت بلا خايفين انتشار سريع الصين دي من اول مش راح صين مشور اول من شكل اسم الحقيقة لكن مثلا حمى بيلجريهم كان في الصين هناك ابو مراته ابو مرات بيلجريهم كان في الصين فرانك بيلجريهم متولاد في الصين وحمى بيلجريهم ما نقراش عنه كتير انه كمؤثر في الصين نرافش لكن داك هنا وده هنا وده هنا اتفجرت المسحية في الصين فصارت في اغلب اكتر دول العالم عددا المسحية مؤثرة والحكومة خايفة منها كل دا لان عمل الله كده عمل الله يخيف معسكر الشيطان كتير خالص اه في حاجة يعني يعني الاعلام بيقولها فالرب يعطي كلمة المبشرات بها جند كثيرون بالنسبة سينة في القدس انه كل الرموز اللي تمت في العهد القديم كما تكلم المسيح عنها وبها الى تلمزية عمواز بيأكد اعرف مظمور 68 ان سينة في القدس ايه القدس دي القدس اللي هي حتى اسمها قدس دلوقتي سابوا ارشاليم سموها القدس اللي هي ارشاليم سينة جبل سينة وصل القدس ان بوعد بتاعت سينة الوصايا العشر كلام الله لموسى وعد الله للشعب ووصلوا القدس ايه القدس دي اللي هي مدينة الملك العظيم التي سيمنك فيها المسيح الملك في الملك الالفي بل الرب يسكن فيه للأبد عن الجبل اللي هو جبل صياء مركبات الله عرض 17 ربوات ألوف مكررة ألوف وراء ألوف لانه كل جيل بيمشي فالألوف تمشي ألوف تيجي تاني ألوف تمشي ألوف تيجي تاني سينة الرب فيها سينة في القدس نجي بها الآية بتاعتنا ناخدها بالتفصيل هذه الآية تبدأ بصاعدة إلى العلاء في العهد الجديد اللي حرلناها الصبح في رسالة آفاسوس ما أنه صاعد إلا أنه نازل أولا الذي صاعد هو الذي نازل اللي هو الناس احتفوا بيه ولا صلبوه 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 رسل المسيح بعملوا عمل الراب الناس فرحوا بيهم ولا أتلوهم أتلوهم بولس الرسول يقول طب لو أنا ما بكرسي لو بكرس بالختان طب اللي هوت كانوا رحوا بيهم لكن ده في كل حتة مش قادر يكرس بالختان الختان خلص العهد الجديد اسمه ختان القلب بالروح طب لماذا أضطهد لو أنا بكرس بالختان يعني بيقولوا ده يعني فز كده بيكرسينا بحاجة بتخضينا والختان دي حاجة إلهية لرب الأمر بختان موسى لا بتأسف إبراهيم قبل موسى مش في النموذ قبل النموذ لكن هو الإعلان ربنا ادهوله إن الختان ده اللي هو ختان الغرلة الختان في اللح ده بيرمز لختان القلب بالروح في العهد الجديد ده لو ربنا يعلن بك ده وطبعا بولوس مليان إعلانات معرفش كان في واحد ممكن يستحمل كده ولا لكن لأنه بولوس يفرح أو يبل إعلان فاضطر ربنا يدينه مالاك الشيطان مالاك الشيطان عشان يهدي يعني حاجة رهيبة كل ده البولوس أهيبا كل ده البولوس لأنه قادر يفهم هو مستني واحد يفهم الدينه بطرس للأسف ما فهمش للأسف ما أن أول الرسل ما قدرش إفهمها خالص زاي لسه يهودي وشاول اللي هو طول عمر يهودي وبطهد بولوس لأنه مسيحي بطهد بطرس لأنه مسيحي بقى شاول مسيحي وبطرس مش قادر يصدق إنه ما فيش ختال قاعدت كنيسة روشاليب لغاية لما بنسمع عنها مليان أختان وكنيسة لأمم فاش ختان خالص فالنقطة إنه خدام الراب اللي بيفهم بيدرك يدينه زيادة كل ما له لو فهم يعني يعطى فيوزين إفهم تاني إفهم تاني خد تاني إقبل تاني إشبع تاني تلازز تاني ومين مين المكافة طبعا ما تفرق بين من يفهم ومن لا يفهم صعدت إلى العلاء هنا بدأت بالصعود إيه اللي خلاك سبايت سابي دي أصل العلاء يعني تيس بي سابي إيه طب أنت صعدت العلاء سبايت سابيا في العلاء مثلا بشرط الملائكة مثلا لا طبعا هو طالع سبا سابي في الأرض وصعود للعلاء عشان يسكن هذا الشعب الذي سباه المسيح معه لأنه طالب من الآبي أريد أن هؤلاء الذين أعطيتان يكونون معي في مجدي إزاي أنت تزبيهم تخلصهم يلتقوا بمحبتك يؤمنوا بحبك يبقوا زيك حيوصلوا معك دي الكنيسة سبيت 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 صعدت للعلاء سبيت سبيت قبلت عطايا بين الناس أنا بتكلم على الأرض المسيح لما كان أرض قبلت عطايا بين الناس إيه العطايا اللي قبلها المسيح قبل نفوس الناس والمسيح كان بيلم فلوس طبعا لا وما كان بيلم النفوس بيلم النفوس كان فرح في قلب الرب رهيب على الأمرأة الخاطئة اللي جاء تكبة الطيب على رأسه وفي بيت سمعان سمعان مفروس ويقول لك ده لو كان نبيا لما علم منهازة التي تلمز إنها خاطئة بس جاء المسيح كده بهدو روأوا روأوا يعني روأوا روأوا بالنسبة لبلوث السري بتاع مصر يعني دلقوا شتموا بهدلوا قال لعرض غفروا بهدلوا روأوا يعني خلاها يقتنع أن دي حسن منه بالنسبة المسيح المقارنات في المنتقى البساطة لما الراجل ما عرفش حصله أتر هذه المرأة يا سمعان نعم إني دخلت بيتك وما أنا لأجل أنا مش قادرة تسخبص ما أنت حصله وما لأجل رجلي لم تعطي أما هذه فمنذ دخلت المسيح دخل قبلها يعني حتى في السكة تكوب دموحها دراسي فقط غسلت بالدموع رجلي إيدي حاجة عجيبة سمعان سمعان مش قادر مش قادر ينطع مش قادر ينطع ماء لم تعطني هي سكة بالدموع قبلة لم تقبلني منذ دخلت لم تكف عن تقبيل قدمي أنا مش بقول لك قبل قبل راس يا حتى قديني شيء من القبلة ما فيش قبلك أنت لا وأنت مين طايف يزيد في الآخر هي أحبة كثيرة الهالو الأول يعني اثنين مديونين واحد بخمسين والثاني بخمس ومية ما عندهم ش الدين سمح صاحب الفلوس قالوا صاحب الأمال يعني مين فيه بيكون أكثر حب الله سمعنا قالوا طبعا اللي مدين كتير قالوا شوف بقى هي مدينة كتير وبتحب كتير فلأنها بتحب كثير واللي يحب قليل أنه مدين قليل واللي بيحب كتير أنه مدين كتير فهي غفرت خطاياها أما أنت يغفر لك قليل يعني يغفر لك قليل يعني مش للخلاص هتخل لك مكافأة على الأكل خلاص خلص خلص الانقطاع بين سمع وين المسيح مفيش لكن الثاني الانتصار ولد خلاص جو المرأة خلص اذهبي إيمانك قد خلصك فسعدت عشان تحل على البشر جميعا اللي هما الذين يقبلون روح خلص اللي يقبل عطيته روح خلص حتى اللي كان متمرد يقبل عطيته روح خلص يصبح ابن لك محما كان وأفتكر مفيش حد فينا قبل ميقبل روح خلص مكانش متمرد كنا كلنا في الظلمة كلنا كلنا بتقول لت العدد كلنا أو جميعنا كلنا منا إلى طريقهم مش كده حاجز كلنا منا بعيد بالإسم صورت بالخطيئة حبلت بأمي كلنا كده ليس بار ولا واحد في الدنيا والرب وضع لي إذن يا جميعنا كل اللي قبله خد العطية العطية اللي هي من فوق اللي هي السكن السكن وأيضا المتمرد دينا للسكن السكن فين كل واحد مؤمن ساكن ساكن فين في بعضنا ساكنين في دوني بعضنا ساكنين في الفطار بكلام ألكم وإحنا وفي واحدة ساكننا في الأميرادة وإيمان في دوني وفاتن في اسمه سايبرس سايبرس وإحنا هنا في لونغو بيتش لا ده مش السكن اللي أنا وصل كنيني في حدة هذا كلنا اللي قبلنا المسيح وقبل كده كنا كدنا متمردين أيضا للسكن أيها الرب اللي يسكن نسكن مع الله نسكن مع الله لأن دي العطية اللي أخذها الرب سكى بالروح القدس كل من يقبل الروح القدس يبقى إنسان الله إنسان الله مبارك الرب يوما فيوما إنسان الله هو اللي بيبارك الرب يوم في يوم مبارك الرب يوما فيوما يحملنا إله خلاصنا يحملنا إيه يحملنا عطايا ويحملنا مسئولية ويحملنا شريعة الله ويحملنا يحملنا يعني يحط على كتافنا أو على قلوبنا يحملنا القوة لتنفيذ مشيئة الله في حياتنا لكي نستطيع أن نجاهد الحسن اللي هو مقبول عند الله يحملنا إله خلاصنا الله لنا إله خلاص هو اسمه حتى يسوع يعني يسوع يخلص شعب من خطاياهم الله لنا إله خلاص ربنا جاي خلصنا خلصنا فعلا وبيخلصنا بيخلصنا كل يوم بيخلصنا من التكاسل التقاعد اللجلة في المشي لخدمة الراب التردد التلجي كلام ده كله ما نفعش لكن يجعل رجليا كالإيال في التسابخ لخدمة الراب يعطينا الغيرة المقدسة أني لا أستطيع إلا أن أطيع الراب ما مكان الأمر ما أدارش ما أدارش ما طيعش ده بروح القرص بيقول لي كده مش أنا من نفسي ولا إنسان يعني مش أطر منه يحملنا لا يحملنا إله خلاصنا الله لنا إله خلاص وعند الرب السيد للموت مخارج لذلك مفروض لا أخاف من الموت لا أخاف من الموت أخاف من الموت لي زي سامحوني واحدة تخطرت وبعد ما تخطرت فكل شوية خلافات بينها وبين الخطيب لدرج إنها مفزوعة من الجواز هل دي علاقتنا من المسيح لا طيب واحدة خطرت فرحان قوي خطيب كل يوم تكتشف نعمة غنية في خطيب رائع رهيب تخاف من الجواز ده إمتى يحصل يا أخي ده إمتى يحصل ده المؤمن الأمين الثاني غالبة مش مؤمن يعني اللي هو مرعوب مرعوب يختال بالرب لكن إحنا بقبل نسبالنا يحملنا إلى خلاص لدرجة إنه عنده الله لنا إله خلاص وعند الرب السيد للموت مخارج يعني للموت هو الموت أرعب إستفانوس أرعب المسيح أطلاق كشات تساق إلى الزبح ليه هو اللي كان عامل كده مش هم أجبروني بأشاع هو كده بيسقوه بيتساق ده لما هو على الأرض أقول لك أنا هو أنت منكو وقعت وقعت وقال لما تقوم يلا معناها كده على سلوكه على فهمه على إدراكه بحيث يقول طوبة للفاهمين لأنهم يضوؤون كالجلد مبارك الرب يوما فيوما بس كده ده كل يوم كل يوم بركة نبارك ربنا نبارك ربنا نبارك ربنا نبارك ربنا يحملنا إله خلاصنا الله لنا إله خلاص وعند الرب السيد للموت مخارج هنا يقصد بيها كمان الطم يا ابني الطم ما تيجي للموت طم لكن أي ظرف تاني مش للموت أي ظرف تاني مش للموت الطم عنده الموت مخارج ما عندهش الأزمة دي مخارج عنده مخارج له كل شي وإرادته حتم في حياة كل إنسان فينا بالشكل اللي عايزه ربنا الإنسان إن قبل الشكل اللي عايزه ربنا بسرور حياخد أكادي الكتير قوي إنه تزمر حيدق على دماغ لأنه دي إرادة إلهية أعمال صالحة سبق الله فأعدها لي أن أسلك فيها أنا مش عايز أسلك فيها يعني ده باركة لا أنا تعبان أنا مش في المود ما ينفعش كلام ده خالص أول ما يصدر الأمر الإلهي لأي إنسان ينبغي أن الإنسان فينا يطيعه وبسرور وبشغف ويكمل الخدمة لأجل النهاية مو عمر ما بولس تزمر على جلد ولا على موت في متات مرار كثيرة تزمر ازاي ده فخر ليه أفتخر في الضيقات أفتخر في الضربات أفتخر في كل شيء لأن حينما أنا ضعيف فحنازا أنا خوف أنا ضعيف حلو أبدا مش أجمل من كده أضعف زيادة يبقى الرب يبلاني زيادة ولكن الله هنا بيتكلم بقى إنه سبع سبي مداش حد من الأشرار يدي له إيه ده مفيش علاقة بين الشرير والله تخلي الله يدي الشرير من سبيه خاصة إن هذا السبي سبع المخلصين من له يغطى فيوزات مين دلالي ده اللي وجاء لك رب قال لك ارحمني أنا الخاصة طيب واحد من ليس له بس عنده فلوس هاخده منه عنده حكمة شوية هتنتهي هتنتهي الحكمة ده حتى سليمان لما قرر يأخذ بالحماقة صار أحمق جدا لدرجة إن لما جاء له النبي اللي هو قابل يربعون نباط وعرف كل اللي عمله طلب يقتل يربعون نباط ما تعترف أنه غلط أنت ما عندك شغل خلص وله لذلك قضى عشرين سنة من عمره تقريبا في عبارة أوسان مع ستة البطور ألف ست يجوزوا في العشرين سنة الأخيرة من عمره وفي العخر المملكة انقسمت وكان يعني فين الحكمة بتاع ده يا سليمان آخر كنو بس يعني هو بطلع في الروح بسفر الجامعة قال اتقي الله أخير عرفت واحفظ صحيح فهذا هو الإنسان خير عرفت يا أخي ايشين سنة يعطم عمرك مع النسوان ايه ده ايه ده بالنسبة الأعداء قال الرب زي ما قلنا الله يسحق روس أعدائه ألهام الشعراء السالك في زنوب واحد ماشي في زنوب وفرحان بشعره وفرحان براسه وفرحان بإكليله وفرحان به قال الرب من باشان أرجع يعني ما هم أواصل بعيد عني هو سكران في الهم بتاعه أرجع لأن الله سيدين المسكونة كلها بالعدل مالوش نصيب في البركة خالص نصيبه مش في المسيح نصيبه في ذاته في راسه في أفكاره في خطته مش عارف الناس قدرت يعيش كده إزاي حاجات عجيبة جدا خصوصا البلد دية يعني فيها المحج في الكسف فالحزب الديموقراطي بيفتخر إنه سيبعد الله برسم بيش كلما تربني بيقولوا الأديان القديمة في حاجة أديان قديمة بتاعك تابعي الأمور الكنسية القديمة كأنه مثلا متخلف عقليا والفكر الحديث إيه هو كلام كل يعني يعني الناس دي مش همها خاخر وناس مش هوراها طبعا لأن غالبية الأمريكا أشرار عندهم أسوات كتيرة طب بيعلنوا كده ناسمي طب ما فيش ربنا هتحزب منسي انسي ربنا إيه عشان كده بيقول هنا لكي تصبغ رجلك بالدم ألسن كلابك من الأعداء نصيبهم رأوا طرقك يا الله هنا رجع تاني المؤمنين طرق إلهي ملكي في القدس المؤمن بيوصل لدرجة بيشوف طرق ربنا في القدس في الأبدية وفي القدس في أوروشاليم وفي سيناء قبل كده كل تاريخ الله موجود في الكتاب مهدس في الجماعة من قدام المغنون من وراء ضرب الأوطار في الوسط فتيات ضربات الدفوف في الجماعات بارك الله أيها الخارجون من عين إسرائيل بارك الله هناك بن يمين الصغير متصلتهم رؤساء يهوزة جلهم رؤساء زبلون رؤساء نفتالي قد أمر قد أمر إلهك بإزك أيد يا الله هذا الذي فعلته لنا ذكرنا كذا الصبت بن يمين الصغير ذكره كشخص ويعني كتفسير أحتفظ به لنفسي لكن أقوله يعني هو يقصد بولس الرسول لأنه هو من صبت بن يمين شاول الأولاني كان من صبت بن يمين وبن يمين أبوه سمى بن يمين أمه سمته بن أوني يعني بن حزني وشاول الأولاني ده بن حزني وشاول الأخير ده بن يمين ابن اليادي اليمين لأنه نفس الاسم وده ملك وده الرسول يرسل ربنا بعد الخيام الأموات وله كان مفروض يحل مكان آه 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 يهوز الاسخاريوت حسب السفر المزامير فهنا بن يمين ده في تصوري على بولس الرسول لأن ذاكر بعد كده متصلتهم رؤساء يهوز يقول لهم مش كلهم يعني كتير من الرؤساء يهوز عندهم النعمة الغنية والبركة اللي حخدوها عندنا يقول في الجماعات بارك الله الرب أيها الخارجون من عين إسرائيل هناك هتلاقى واحد حلو قوي من يمين من بين يمين الصغير وهو نفس بولس على نفسه كسقط كسقط يعني سقطني سقط ورؤساء يهوزة نشكر ربنا يعني سبت يهوزة منه كتير مبارك عند الرب جلهم مش كلهم رؤساء زابنون رؤساء نفتالي وهكذا يعني رمز اللي بقيت رؤساء إسرائيل قد أمر إلهك بعزك إشار إلى أي شخص يعيش مع الرب بأمانة أنا جاي بحاجات كتير قد أمر إلهك بعزك ده حتة أمر حتة أمر يا ربي أيدي الله هذا الذي فعلت تهولنا أيد اختم عليه اختم عليه من هيكلك فوق روشليم لك تقدم ملوك هدايا كله ده يوافق سفر إشاعي أيضا في أساح 19 وسفر إشاعي فأساح 66 و65 عن ملوك الألف انتهر وحش القصب صوار ثيران معجول الشعوب المتربين بقطع فضة شغالين كله في الفلس قطع فضة كده بتشغل الإنسان تأكل عينيه ويغلط ربنا ولا يهمه يهمهش يعيش كله كل كلام فارغ شتت الشعوب الذين يصرون بالقتال ودي احنا شايفين الشعوب يصرون بالقتال ده واحد قال لك ربنا أرسل لي بسيفي سيفي تحت غمدي مين رب رد عم ده شطان اللي بعد يأتي شرفاء من مصد عن الملك العلفي كوش تسرع بيديها إلى الله لأن الاتحاد السلاسي بين مصر وإسرائيل وإيران أو اللي هي مكتوبة لا مش كوش كوش دي تبعة أو تبعة مصر كوش هنا الملزقة في مصر اللي هي الحبشة مبارك شعبي مصر وعمل دي أشهر وميراث إسرائيل يا ممالك الأرض غنوا رنموا للسيد للراك على سماء السماوات هو ذا يعطي صوته صوت قوة أعطوا عزا لله على إسرائيل جلاله وقوته في الغمام مخوف أنت يا الله من مقادسك إله إسرائيل والمعطي قوة وشدة للشعب مبارك الله أحلى أحلى عطية أحلى عطية وأحلى أمر يتمتع بيه المؤمن الأمين يا سلام قد أمر إلهك بعزك وتلاقي يجيب حاجات تانية حاول بيه شيطان شنكر المؤمن أنت حيتخرب بيه أنت مش عارف يحصل لك إيه والمؤمن اللي واخد الوعد قد أمر إلهك بعزك لما يقول شيطان إيه لما يقول إيه لا فيش فايدة قد أمر إلهك عزة وحط الضيقات وحط بهدلة ربنا سمح له بيها يقول لك أفتخر في الضيقات والضرات والاتهدات لأن حينما أنا ضعيف فحناز أنا قوي ده بالضبط صاعدت إلى العلاء وسبيت سبيا وعطيت الناس عطايا والإله هنا كل المجد إلى الأبد آمين 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 قد الحبيب جورج هاللويا آللويا 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 شكراً لكم شكراً لكم